وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين الزيارة كان مخطط لها مسبقا وكان هناك زيارة لرئيس السياي الأمريكي للمنطقة وليام برينز وأيضا بقبل ذلك مستشارين من الخارجية الأمريكية لترتبات هذه الزيارة لكن جاءت في توقيت الأحداث وبالتالي هنا تكون أهمية الأكثر أنه بالفعل هن تكون الزيارة سحب لفتيل الأزمة بشكل كامل الأمريكان كانوا معنيين بعدم تشكيل حقوق نتنيا حكومة بها هؤلاء قلات المتطرفين والدولة الثلقراطية التي تعاني الآن بشكل كبير جدا من محاولة تغيير النظام القضاء أو حتى النظام الاجتماعي داخل دولة الاحتلال هناك أزمة كبيرة جدا داخل دولة الاحتلال في هذا الأمر بين شقي المعارضة والحكومة داخل دولة الاحتلال رأينا مظاهرات استمرت على مدار ثلاث أسبوع قلت حدثت هذا الأسبوع نتيجة الأحداث ولكن كانت تزيد بشكل متدرج بدأت بـ 20 ألف ثم 80 ألف ثم 110 ألف قبل أن تنخفض أمس إلى عدد أقل بالتالي كانت هناك حراك بشكل كبير جدا على ضرورة أن يوضح حد طبعا لحالة طبعا المغامرة من قبل المتطرفين وأيضا المتدينين في دولة الاحتلال حسب معتقده يمكن أنا قرأت مقالين لتوماس فريدمانو وهو كاتب أمريكي يهودي صهيوني تحدث عن خطورة وصول هو لا إلى الحكم تحدث عن مستقبل دولة الاحتلال وتحدث عن الصراع أنه يجب أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية محاولات إنقاذ العملية السياسية التي دفعت مليارات للحفاظ عليها والوصول إلى هذه الحالة من استقرار فيها المنطقة بشكل عام وحالة لا حرب ولا سلم بين الفلسطين والإسرائيليين لكن أنا أعتقد أن أمريكان حتى دا لحظة يكيلوا بمكالين رأينا أن البيت الأبيض لم يدين بشكل واضح عملية جنين في حين أنه أدانا مسرعا عملية القدس رأينا البيت الأبيض يطلب في مجلس الأمن من الدول لا تقدم مشروع اللي يحرجه بعد أن قام بن غفير باقتحام المسجد الأقصى وبالتالي وجل القرار في الليلة الأولى من اقتحام المسجد من عملية جنين كان هناك جلسة لمجلس الأمن وطلب أيضا البيت الأبيض عدم تقديم مشروع حتى لا يحرج البيت الأبيض المشروع وبالتالي البيت الأبيض يكيل بمكالين أعتقد أن الآن زيارة بلينكين رغم أنه ندرك أن الموقف الأمريكي موقف بالتأكيد ضد الشعب الفلسطين وضد شعوب المنطقة بشكل كامل وأمريكا تبحث عن مصالحها والمخزن الاستراتيجي للأسلحة في المنطقة الشرق الوسط ليست في قطر في إسرائيل هناك مخازن في حيفا وتل أبيب للولايات المتحدة الأمريكية وللمارينز ورغم كل ذلك نتمنى أن يكون البيت الأبيض الذي أصبح هو الراعي الذي يصنف نفسه للسلام في المنطقة أن يكون صاحب يعني قياس عدل أو ميزان عدل في المنطقة وحتى عندما فشلت محاولات حي عملية السلام عام 2014 من أفشلها نتانياهو الأمريكان ترددوا في تحميل نتانياهو بشكل كامل السبب ورغم ذلك أتحدثوا يعني أكثر مرة أن من أفشل العملية السياسية نتانياهو ولكن عندما أحرجوا تراجعوا عن ذلك أنا أعتقد أنه الآن بلينكين يستطيع أن يلعب دور مهم جدا في أقل تقدير الحديث عن أن من بدأ بهذا العدوان وتفجير الأزمة هو الاحتلال الإسرائيلي من خلال اختحام جنين ومحاولاته بشكل أباخر حراج السلطة يعني عندما تحدث السلطة قبل عدة شهور أن ما يقوم به الاحتلال ودخول مناطق يحرجنا بتالي عليهم أن يكفوا عن ذلك ويتركوا المجال للفلسطين أن يحلوا أزماتهم بشكل مباشر وبالتالي نعتقد الأمريكان الذين أنشوا غرفة العملية تحدثنا عنها المشتركة منذ عام 2005 والآن يصنفون أنهم الرعاء في العالم بشكل كامل وفي المنطقة بشكل خاص في العملية السياسية أن يكون لهم دور بصراحة إيجابي وأن يكفوا عن كيل بميكلين في الأزمة أو في الموضوع السياسي بيننا وبين الحتلال الإسرائيلي اشتركوا في القناة